موسيقى هلنا بكم شاهدين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم عنوان النشر هيئة الحقيقة والكرامة تعلن أن ملفات التحكيم والمصالح الواردة عليها تتجاوز الخمسة ألاف وستمائة ملف وتؤكد بطى إصدار القرارات التحكيمية الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقدم تحضيراتها لصيف آمن كهربائيا وبأقل انقطاعات وتشدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك في موسم الذروة تونس تحظى ببرامج تمويل لجملة من المشاريع في ختم مشاركتها باجتماعات مجموعة البنك الإسلامي وتتسلم رئاسة مجلس محافظيه موسيقى أهلا بكم تمكنت هيئة الحقيقة والكرامة من إصدار ثلاثة قرارات تحكيمية نهائية من إجمالي حوالي 2500 ملف تحكيم ومصالحة وقد ردت الهيئة ذلك إلى رفض الدولة وعدم تجاوبها مع ملفات المصالحة والتحكيم كشفت هيئة الحقيقة والكرامة أن عدد الملفات المدعى لدى لجنة التحكيم والمصالحة بلغ 5619 ملفا وذلك إلى غاية شهر ماي من هذه السنة ملفات بينها 2700 ملف تخص الفساد المالي والإداري والقضائي فيما بلغت ملفات وانتهاكات حقوق الإنسان 2019 ملفا تولت اللجنة دراسة 2542 نقول دراسة فتحة وسادة الأطراف ومرسلتهم والاستماع إليهم في جلسات استماع سرية فيهم 892 ملف يخصوا فساد مالي وإداري واعتداء المال العام وفيهم 1650 ملف يخصوا انتهاك حقوق الإنسان هذا وتم رفض آلية التحكيم والمصالحة في 603 ملفات وفق الهيئة منها 528 ملفا تم رفضها من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق عدد من الوزارات خاصة الداخلية والخارجية والعدل فيما تم رفض 75 ملفا من قبل البنوك وعدد من المؤسسات أبرمنا سبع اتفاقيات تحكيم والمصالح وهذه الاتفاقيات تهم أربع منها حقوق إنسان وثلاثة ملفات فساد من ضمنها كذلك أصدرنا ثلاثة قرارات تحكيمية نهائية منها واحد يتعلق بحقوق إنسان واثنين بملف الفساد المالي وأشارت الهيئة أن من بين الصعوبات الرئيسية التي تعترض عمل اللجنة هو عدم تجاوب الدولة مع ملفات المصالحة ال5619 ملف جمالي اللي هم موجودين حاليا بإمكان الهيئة تبت فيهم لأين وتصدر فيهم قرارات تحكيمية في ظرف أقصى ستة أشهر هذا بشرط توفر إرادة المطلوب للتحكيم اللي هي الدولة أن تتصالح مع هؤلاء طالبي التحكيم ومصالحة لكن لنسف الشديد الدولة لا تريد استرجاع أموالها رغم العرقيل لجنة التحكيم مصالحة في هذه الحقوق الكرامة قامت بأعمال جبارة يعني كيف نشوفه في ظرف ستة أشهر اللي عالجت أكثر من ألف ملف عالجتهم بالمفهوم أنه عملت جلسات تحكيمية حولهم رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سيهان بن سيدرين أكدت أيضا أن الدافع من محاولة تمرير مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية هو إعطاء صورة لفشل هيئة الحقيقة والكرامة وهو ما وصفته بالمخالف للحقيقة مشيرة إلى عقد جلسة علنية عاشرة يوم غد محورها الفسد استعدادات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتحذيراتها لصائفة 2017 فضلا على دعوتها المواطنين إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء خاصة في أوقات ذروة مثلت أبرز نقاط الندوة الصحفية للحملة التوعوية تتسارع أرقام عدادات الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف ليرتفع الطلب على الكهرباء ويبلغ ذروته تقديرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لهذه الصائفة تشير إلى بلوغ الاستهلاك حدود 3900 ميجاوات رقم قدم في ندوة صحفية للحملة التحسيسية صائفة 2017 للشركة التونسية للكهرباء والغاز الذروة المتوقعة نجم نقوله كان متوقعة لخطر هي فنت معناها ديبون أوبليغاتورمون من التمبراتور إذا كان معناها التكييف معناها لدرجة الحرارة والذروة المتوقعة 3900 ميجاوات ونحن عنا جاهزية بـ 4100 ميجاوات إذن معناش هامش احتياتي كبير ولأن تزايداء استهلاك الكهرباء يرتبط أساساً بزيادة الإقبال على التكييف الذي يستأثر بحوالي ثلث القدرة الوطنية المركزة أي ما يعادل 1200 ميجاوات فقد دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في أوقات الظروة الظروة هي بين لحدش ومثلثة بين لحدش ومثلثة هوني طلب كبير على الكهرباء دونك نحب أن ننصحوا المواطنين بايش من لحدش المثلثة كان عندهم مغسل سابون كان عندهم مغسل معون كان عندهم سيشوار كان عندهم حديث يعملوها يا قبل لحدش يا بعد مثلثة داي زمنا نشريو المكيفات اللي تحمل مرسقة الطاقة نشريوها معنتها من نقاط بيئة اللي هي معروفة وماذا بينا نشريو المكيفات اللي عندها درجة في النجاعة التاقية عالية معتها واحد وإلا اثنين نحرص على درجة التبريد المنصوح بها اللي هي ستة وعشرين راهوا كل درجة نقص فيها نقص معتها ستة وعشرين مثلا خمسة وعشرين نزيده في الاستهلاك بسبعة في المئة نصائح للمواطن وبرامج للشركة التونسية للكهرباء والغاز لإصيانة المعدات والمحطات الهوائية والكهربائية لضمان الجاهزية القصوى للمنظومة القائمة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والذي يقدر سنويا بنحو أربعة في المئة ضمانا لصيف دون انقطاعات صيف آمن كهربائيا تسلمت تونس في ختام اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية في دورتها الثانية والأربعين المنعقدة بمدينة جدب السعودية تسلمت رئاسة مجلس المحافظين في المجلس للفترة القادمة في ختام مشاركتها في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية حظيت تونس ببرامج توهيل جملة من المشاريع اتتولى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بن يابا محمد الفاضل عبد الكافي مع المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبو الإبرامة اتفاقية ضمان متعليقتين بتمويل وردات الشركة التونسية للتكهير من النفط الخام والمواد البترولية في حدود 150 مليون دولار أي تقريبا 360 مليون دينار ووردات شركة تونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي بمبلغ يناهز 160 مليون دولار أي تقريبا 384 مليون دينار كما تم الاتفاق في سيق المشاركة على المساهمة في تمويل مشروعي سد سعيدة بالوطن القبلي وسد القلعة الكبرى بولاية سوسة بمبلغ 173 مليون دينار علما وأن الكلفة الجملية للمشروعين الهدفين لتقطية العزل المتوقع في احتياجات تونس الكبرى والسحل والوطن القبلي واسفى قسم المياه الشرب وتوفير كمية إضافية لأغراض الري الكلفة الجملية تبلغه قرابة 600 مليون دينار وكانت على جدول عمل وزر التنمية والاستثمار وتعاون الدولي ووزر المالية بالنيام الذي ترأس الوفد المشاركة في الاشتماعات كانت هناك سلسلة من اللقاءات برئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر الحجر الذي عبر عن استعداد مؤسسته لمواصلة الدعم تونس ومرافقتها في إنجاز المشاريع المقترحة والاستعداد لدراسة طلبات التمويل للفترة القادمة ومنها أيضا بعدد من نظرائه في البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وشركت تونس على همش اجتماعات هذه المجموعة المالية الإقليمية بمعرضين واحد من تنظيم مكالة النهوذ بالاستثمار الخارجي ويقدم فيما ضمينه خاصة القانون الجديد للاستثمار وثاني ببادرة من المكالة التونسية للتعاون الفني تضمن مادة إخبارية عبر وسائط مختلفة تروج للكفاءات التونسية في مختلف الاختصاصات بهدف تعزيز جهود تقنين اللجو في تونس عقد المعهد العربي لحقوق الإنسان ومفوضية شؤون اللاجئين السامية بتونس دورة تدريبية لفائدة عشرين قاضيا إداريا تونسيا بدعم من الاتحاد الأوروبي والكونفدرالية السويسرية حق اللاجئ في الحماية خارج وطنه هو الشعار الأبرز الذي رفعته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان قدر عددهم في تونس بقرابة ستمائة لاجئ أغلبهم من سوريا والجنسيات الأخرين مشكلين عندك ناس من إفريقيا ناس من الفلسطين أقدم في تونس هذا الفلسطين الجزائريين تبعاً تمانينات موضوع على أهميته تم تناوله بالدرس خلال دورة تدريبية لفائدة عشرين قاضيا إداريا دورة تأتي في إطار دعوة إلى التعجيل بالمصادقة على مشروع قانون اللجوء في تونس القانون الآن في أنظار الحكومة نحاول أن يعرض في أقرب الأجال أمام البرلمان من أجل أن تكون تونس أول دولة في البلدان العربية التي عم تتمده هذا القانون أهم ما جاء به مشروع القانون هو أولاً إحداث هيئة وطنية تنظر وتختص بالنظر في مطالب الوجوء لأنه اليوم من هذا عندنا كان مفاوضة يسامية هي لتنظر وهي منظمة أممية واليوم ذوري جاء الوقت تتكفل بهذه المهمة مؤسسة أو منظمة أو هيئة وطنية ثم الطعون في كل ما نظرت فيه من ملفات هذه الهيئة الوطنية التي سيقع إحداثها تقع أمام المحكمة الإدارية هذا ويعمل المعهد العربي لحقوق الإنسان والمفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ سنة 15 و2000 على موضوع تقنين اللجوء في تونس في الملف السوري أسفرت محادثة جينيف عن التوصل إلى اتفاق بين المبعوث الأممي إلى سوريا استفان ديمستورا ووفد حكومة دمشق بشأن مبادئ دستور سوري جديد يهدف إلى تجنب أي فراغ قانوني خلال فترة انتقالية سياسية محتملة من مقابل طالبة المعارضة السورية في بيان لها بتوضيحات بشأن مبادئ الدستور المقترح يضرب الإيرانيون موعد للحسم في سباق الرئاسة التي يتنافس فيها خمسة مترشحين يتقدمهم حسب آخر التطلعات حسن روحاني السعي إلى الفوز بولاية ثانية من أربع سنوات قد طالب روحاني في آخر خطاب انتخابي قدمه في مدينة مشهد طالب الحرس الثوري بعدم التدخل في هذه الانتخابات ختم النشر مشاهدين وهذا تذكير بالعنوين هيئة الحقيقة والكرامة تعلن أن ملفات التحكيم والمصالحة الواردة عليها تتجاوز الخمسة آلاف ستمائة ملف وتؤكد بطء إصدار القرارات التحكيمية الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقدم تحضيراتها لصيف آمن كهربائيا وبأقل انقطاعات وتشدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك في موسم الضروة تونس تحظى ببرامج تمويل لجملة من المشاريع في ختام مشاركتها في اجتماعي مجموعة البنك الإسلامي وتتسلم رئاسة مجلس محافظي شكرا على المتابعة وإلى تقرار اشتركوا في القناة